لكن مش مسكين اللي بيشجع عندها أخرى في وجود النادي الأهلي في بطولات بيشارك فيها النادي الأهلي لأن الحقيقة زي ما النادي الأهلي بيدي اسم كبير جدا للبطولة والبطولة دي من تاريخها أو من بدايتها هي بطولة النادي الأهلي حصريا لا كمان أي منافس للنادي الأهلي بيستفيد من الأضواء والحدث اللي بيصنعه النادي الأهلي الحقيقة المشهد مبارح فيه مدرجات الملعب بيقول ان النادي الاهلي يكفي يكون هو الحدث فقط لغير في البطولة واي منافس اخر هو مستفيد بشكل كبير جدا ومحظوظ انه هو منافس للنادي الاهلي عشان كده نادي بيرامدز ما فوتش الفرصة انه هو يتواجد في حدث حصريا باسم النادي الاهلي لانه عارف كويس قوي مدى الاستفادة اللي هتعود على اسم بيرامدز في انه ينافس النادي الاهلي في مباراة يمكن البعض يتكلم عن ازاي الاعتذار لنادي الزمالك هو نادي كبير بالتأكيد وعنده جمهرية وعنده شعبية ممكن يؤثر على هذه المباراة حابة وريره صورتين صورة للنادي الاهلي ومنافسه نادي الزمالك اللي بالتأكيد محظوظ ان الوجوده في المسابقات وفي دولة فيها اسم النادي الاهلي لانه ده بالتأكيد بيمنح ضوء لنادي الزمالك ويمنح ضوء للمنافس وصورة من مباراة امس لو استعرضنا صورة مباراة امس بعد الاعتذار وبعد تأخر جمهير الزمالك في استرداد قيمة التذاكر بعد حالة الانسحاب اللي حصل لنادي الزمالك الملعب كله جمهير النادي الاهلي انا مش عارف لما بيكون في منافس عنده جمهرية بيواجه النادي الاهلي ليه ليه بنسمح ان في جمهير للنادي الاهلي تظلم انها ما تحضرش في المدرجات الملعب كله احمر كل المكان احمر لما كان فيه مباراة للاهلي والزمالك دي صورة مباراة الاهلي والزمالك دي السنة اللي فاتت يعني كان المفترض 50% تذاكر نادي الزمالك 50% تذاكر النادي الاهلي اعتقد حضراتكم واضح جدا الصورة شايفين المساحات الخاوية في مدرجات نادي الزمالك لما اصبح النادي الاهلي من حقه ان هو يشترق اي تذكرة في اي كرسي في المدرج هي دي الصورة الحقيقية هو ده النادي الاهلي وهي دي جمهير النادي الاهلي جمهير النادي الاهلي اللي عمرها في يوم الايام ما كانت بتنسحب من المشهد جمهير النادي الاهلي عمرها ما بتردد هتفات الا ما بتكون قدها استعرضنا قبل كده في حلقات الخط احمر الاهلي خط احمر كتير جدا من الصور اللي كانت في فترة غياب البطلات من 62 ل67 المباريات الودية كانت أعمدة النور في الاستداد كان عليها جماهير النادي الأهلي لأن دايما جماهير النادي الأهلي في المحنة هتلاقيها هي اللي بتحولها لمنحة هو ده دور جماهير النادي الأهلي وهو ده اسم النادي الأهلي وأنا بختلف مع فالس اختلاف بسيط أن منافسين النادي الأهلي والله محظوظين بوجود النادي الأهلي لأن القيمة التسوقية للمنافسين بتزيد بشكل كبير جدا لما بيتحط اسمهم جنب اسم النادي الأهلي